احنا في الحقيقة انتو عارفين ان احنا خلينا يوم السابطة عشان اصحاب السعادة عشان نتكلم على مسألة الوعي مسألة التأهيل قبل الزواج مسألة ما هياش مسألة سهلة ولا مسألة ممكن نتهون فيها انا بقولكم ان التأهيل المقبنة على الزواج اصبح من ضرورات الجواز لان في اوقات كتيرة جدا جدا انا بشوف في مركز الاشهاد الزواجي ان الناس في الحقيقة فيه مفاهيم كتيرة جدا جدا تتعلق بالزواج لا يعرفوها يعني مثلا كتير من الازواج والزواجات بيتصوروا ان هما من اول لحظة اول ما بيدخلوا بيتهم اول ما بيدخلوا بيت الزواجية بتقفل عليهم ببابهم متصورين ان هما بيكونوا اعلى من ناس بامور الزواج واعلى من ناس ببعض وانضج الناس وده مش حقيقي لان النطج بيجي شيء في شيء كمان هما كمان لازم يتعرفوا واستمروا في التعرف على بعض ولزيك الحلقات اللي جاية في يوم السبت عن نبتدي نتكلم شويتين تلاتة عن مهارات الزواج المهارات الزواجية ده احنا نتكلم عنها لان احنا عايزين نتكلم عنها بشيء من التفصيل فاحنا لابد ان احنا نهتم بهذا بتمهير ان الازواج يبقوا عندهم مهارة في التعامل مع بعض هقول لكم حاجة لطيفة عشان تعرفوا قيمة دورات المقبلين على الزواج انت لما تيجي اي حد بيسوق سيارة لازم ياخد رخصة فلازم يتدرب ولازم يعمل له اختبار لان ارواح الناس مش حاجة هينا ده واحد بيسوق عربية فمالك واحدة يسوق اسرة كلها وبيسوق نفسيا وثقافيا وتعليميا واجتماعيا فالمسألة اخطر بكتير والاثار السلبية بتيجي اللي بتترتب على عدم على فقد التأهيل اثار لا يمكن ان تصور انسان الاشد من كده الاثار الايجابية اللي بتحصل لما الناس تتأهل حاجة فوق الوصف الناس بتبقى تفرح لما بتعرف ايه هي مفهوم الاسرة وازاي نقدر نناميه وازاي يكون الاسرة دي بوابة للسعادة وبوابة للهنة